اخ يوسف احنا معانا دقيقتين شو الملخص او شو الرسالة اللي عاوز نوصلها بين آدم الاول وآدم الاخير اللي هو المسيح شو الرسالة للمشاهد اللي عم بشوفنا في هاي اللحظة شو الرسالة بنعطيها يعني اقول رسالة مزدوجة انا بولادتي من ابي وامي صرت في ادم انا مش محتاج اعمل اي حاجة عشان نبقى في ادم مش محتاج انت في ادم حاجة تانية انك في ادم انت هالك برضو اقول انت مش محتاج تعمل اي حاجة لكي تكون هالكا لكن اسمع ماذا قال المسيح مثلا في لوقة 19 عشر لان ابن الانسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هالك احنا هالكنا مش محتاج اعمل حاجة عشان هالك مفيش ايه في الكتاب ماذا ينبغي ان افعل لكي اهلك لا ما تعملش حاجة ابدا انت هالك مبروك عليك اذا كان ديه محتاج بركة لكن انت محتاج تعمل حاجة عشان تخلص عشان تنتقل من ادم الى المسيح تعمل ايه بكل بساطة تأتي اليه بتوبة قلبية صادقة وبايمان حقيق اشكرك يا رب انت الذبيحة اللي تقدمت بدالي انا بأبل عملك وشاكر نعمتك وفضلك ومراحمك كتر الف خيرك يا رب عندما آتي اليه بهذا الشعور زي ما تسأل السؤال ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص والاجابة سهلة آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك او ايه تكررت تلات مرات في الليلة الليلة ومهاته. ايه لكي بيه 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 لك الكتاب المقدس يقول اتنين اعمال اتنين رمية عشرة كل من يدعو باسم الرب يخلص يعني فيه اسهل من كده يعني ربنا عاوز يسهلها علينا يعمل ايه قالك بس من قلبك قول يا رب معقولة اه معقولة فيه واحد قتل قتل اللي هو اللص على الصليب قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له المسيح الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس اشتركوا في القناة